ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح بمدينة المخام مع رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء خالد القملي الجهود الرامي إلى تعزيز الأمن البحرية وتطرق اللقاء إلى أليات تعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية وضمان أمن وسلامة المياه الإقليمية اليمنية والجزر السواحل والمواني المحررة وتناولت النقاشات خطط لتطوير قدرات خفر السواحل بما في ذلك برامج تدريبية متقدمة وتجهيزات حديثة وأكد طارق صالح أهمية الدورة الذي تلعبه قوات خفر السواحل في حماية الثغورة البحرية اليمنية وتعزيزا لأمن القوم للبلاد ترجمة نانسي قنقر